مساء الخير مونير عجم من فترة سجلنا فيديو عن بعض المنظمات العالمية غير منظمة PMI واليوم كمان على السوشيال ميديا بيجينا كتير وحي لفيديو ويب من هالنوع احد الشباب عم بيسأل على IPMA وشهدات IPMA هالاسابيع ان تكلمنا بشكل سريع على IPMA وعلى GPM بس مش بشكل واضح اليوم هنركز هالفيديو على منظمة IPMA اللي هي الانترناشنال project management association اذا مش مغلط IPMA تأسس في سنة 1964 يعني قبل PMI بخمس سنين بس طريقة تشكيل IPMA ما عطيتها شهرة PMI وقوة PMI لماذا؟ بالطبع المنظمة المنظمة مركزية موجودة بالولايات المتحدة بأحد الولايات فلادالفيا ومن المركز الرئيسي للمنظمة المنظمة بكل انحاء العالم يعني مثلا اذا في عندن فروع بدولنا هون دول عربية مثلا يعني فرع مصر ولا فرع بالتونس ولا فرع بالإبنان ولا بالأردن تتكون عضو بهالفروع لازم تدخل بPMI امريكا ندفع له 129 دولار ممبرشب فيز وبعدين انت حر تكون عضو بالتشابر الدولي اللي انت فيها ولا المدينة اللي انت فيها ولا ما تكون عضو يعني ممكن تكون عضو بأمريكا بس وما تكون عضو تنقول بتشابر طبع مصر ولا لبنان ولا الأردن معناتها كل معظم الفلوس اللي عم بتتفعل الPMI عم تروح للمنطقة يعني المؤسسة المركزية بالولايات المتحدة IPMA بتختلف انه هي مثل أمم المتحدة هنا اللي بعتبروا حولن مثل بيسموا حولن يعني Federation of National Association شو بيعني هالشي معناتها نقول اليوم بدولة بمصر على مستوى الدولة قرروا يكون في عنا منظمة اسمها Project Management وبالبنان سيكون عنا منظمة اسمها Project Management وبتنقول بالإمارات في منظمة لل Project Management وبكل دولة كل دولة حتى بأمريكا على مستوى الدولة كلها يعني الولايات المتحدة كلها بيكون في منظمة وحدة يعني اليوم في منظمة بأمريكا بلشت اسمها ASAPM Association American Society for Advancement of Project Management اللي هي اليوم IPMA USA يعني نكمل الشرح انه هون بيجي تنقول هالمنظمات الإدارة المشاريع بالدول يعني مثل ما قلنا بلبنان الاردن مصر هن بيدخلوا عضوية بال IPMA اللي هي International Organization يعني نحنا كاشخاص هلا أنا موجود بلبنان لأنه ما في منظمة للIPMA في لبنان قادر اشترك بالIPMA مباشرة بس عالة تنقول اذا بدولتي في منظمة يعني مثل انا تنقول عيش اليوم بامريكا وفي IPMA USA ما فيني ادخل بIPMA عالميا اذا بدقي اشترك بدقي تشترك بIPMA USA يعني الشخص بيكون عضويته بمنظمة دولته معنايتها كل الفيز والبيدفعها والرسوم عم تبقى بالدولة والمنظمة هاي منظمة دولته هي بتكون عضو بالمنظمة الفيدرالية اللي هي International Organization بشان هيك مثلا هون بلاقي في فرق عن الIPMA انه ما في كتير تركيز التركيز هو مش على المركز تركيز هي على الفروع وكل دولة عندها الحرية تشتغل وتعمل سرتيفيكيشن تبعها شرط انه اكيد تتبنى اللي بتقدم منظمة IPMA من standard ومن guide وهالامور هاي اللي بيكونوا هني متل ملزمين فيها بس ك General Guideline يعني بعض الدول قادرة تتصرف بحرية شوية اكتر بالما كPMI Chapter ما فيني عمله اي شي بدون اذن PMI الولايات المتحدة بما انه IPMA هي صارت معنايتها مش بقى منظمة مركزية هي نسبة صارت ضعيفة يعني متل امم التاحلة شغلتها coordination وتنسيق بين هالمنظمات وينشغل على standard العالمية بس مش انه ها بيكون عندها مركز ربحيني حتى ال Certification اليوم PMI مثلا بتدخر 50-60-70 مليون دولار بالسنة من PMP لحاله بينما IPMA ما بتدخل هالمواضيع لانه اي مدخول معظم المدخول باعتقد اذا مش مغلط اللي اعليق بال Certification يروح للفروع تتقدم خدمات بدولها يعني هذا الفرق الرئيسي ليس لهذا IPMA ما مشهوره من PMI الآن بالطبع باوروبا طريبا معنى الدول الاوروبي فيها IPMA فرع فيها فروع IPMA باسيا فيه مثل ما انه كندا فيه بامريكا فيه بس يكون مثل ما انه فرع واحد يعني بامريكا PMI يمكن يكون عندها 200 chapters اما 100 chapters بينما IPMA USA هي منظمة واحدة فقط لا غير هيكا منظمة هلأ شو شهداتهم عندهم اربع شهدات اللي بعتبروهن هني Levels يعني غير PMI ما يعطي شهدات موزعة حسب الحاجة وحسب وين الفلوس اكتر بينما IPMA عندهم اربع هني IPMA Level D هي اوطة واحدة IPMA Level C Level B ال Level A هي الاعلى واحدة الفرق بين هون بالCertification خلا نشرح شوية على الCertification أول شي خلا نرجع شوية يمكن للIPMA الماني standard IPMA تركيزا على الكمبيتنس الكفاءة يعني كان فيه شي اسمه IPMA Competence Baseline لحديث الالفين وخمستاش اللي هو بالالفين وخمستاش تغير صار تلسع صار فيه عندنا شي اسمه الIPMA Individual Competence Baseline اللي هو ICB Version 4 ICB Version 4 اللي هو Individual Competence Baseline وفيه عندنا شي اسمه الOrganizational Competence Baseline وفيه بالطبع الOrganizational Excellence Models وامور من هالنوع يعني تركيز الفرق PMI تركيزه ك Project Management بالPumbac مثلا Pumbac Guide تركيزه على العمليات الProcesses بينما الIPMA تركيزه هو على الكمبيتنس وهون بيختلف الشهدات الIPMA level D لانه هي أوطى وحدة اللي هي مصمم بتتكون انه لعضو فريق بمشروع اللي هي فقط امتحان معرفة انك انت عندك معرفة بالمعلومات تبع الIPMA وبالProject Management مش بس IPMA ما انت قدر تمتحن واذا نجحب بالامتحان تعتبر انت بسموك Associate يعني تقريبا هاي دي شبيهة بPMI CAPM Certified Associate in Project Management IPMA Level D هي تعتبر نفس الشي تقريبا Associate in Project Management انك انت عندك المعلومة بس ما عندك الخبرة بينما الIPMA Level C وبالطبع في الكثير من المتابعين لPMI بيوفكروا ان الPMP اهم الكثير من الIPMA Level C بينما العكس صحيح الPMP الطلبات بتطلب 3 سنين خبرة بإدارة مشاريع يعني انه شخص مجرد ما يكون شخص شغل على المشروع بغض النظر المقدور تقني مهني شو ما يكون يكون عم يقبلون بينما IPMA بتطلب 3 سنين خبرة كإدارة يعني لازم يكون عندك خبرة بإدارة مشاريع ولما عم بيعطوك سيرتيفيكيشن IPMA Level C عم بتقول عم بيقولولنا IPMA انه هاش هادي هي انك انت معترف فيك كمدير مشروع لمشروع صغير لنوضح اكتر يعني انت إذا عندك IPMA Level C يعني يكون عندك 3 سنين خبرة كإدارة مشاريع يعني اكتر من PMA وغير هاي هلا بنحكي بالامتحان في امتحان حتى بمعظم الفروع IPMA بالعالم في شي اسمه assessment يعني لازم يكون عندك certified assessor بل يجي يعمل معك مقابلة يعني هون نرجع عن موضوع الكفاءة حكيين فيديو سابعا بين الفرق بين الكفاءة والمعرفة PMP عم بيعمل test للمعرفتك عندك معرفة انت بينما IPMA عم بيجي assessor يعني ما فيك تشير بسألك سؤالة الانسر is D ولا الانسر is C لا بقى تشرح له وبعدك تأرجي evidence هذا هو الفرق بين competence والمعرفة امتحان بين تقييم الاداء والكفاءة من تقييم المعرفة تقييم المعرفة قدرين نقيمها multiple choice questions and answers exam بقى لما تقييم المعرفة تقييم الكفاءة لازم تكون بناءا على في evidence لازم نظهره انه انا عندي خبرة وقادر برهن انه انا قادر اعمل هالشي اللي عم بقوله هلتا يحصل على IPMA level C ومتل ما قلنا بعض ما يحصل عليها الشخص هو بس يعتبر انه مؤهل ليذير مشروع صغير ولا يكون اما غير معقد اما يكون مساعد لمدير مشروع كبير ولا معقد هون منتقل اذا ويحب تكون ملير مشروع كبير اما معقد لازم يكون IPMA level B هي بتطلب صراحة مثل ما انه IPMA بتختلف من دولة لدولة شوي ممكن يكون في اختلاف بالامتحانات بين الدول اما اعطاء الشالي بين الدول بينما عادة IPMA level B ما بطلب امتحان بطلب بس فقط assessment من شخصين يعني لازم يكون في شخصين يكونوا على الاقل هنا level B ولا level A قدرين يملو لك assessment تتأرجي انك انت فعلا عندك الخبرة والادرة انك تدير مشروع large and complex project مثل ما بقولوا وبيطلع بالنهاية عند IPMA level A اللي هي الاعلى ردبة واللي هي تعتبر بمستوى project director يعني انت شخص هون معايتها عندك مؤهلات تدير مشروع يكون بمئات الملايين الدولارات هذا الفرق الرئيسي وشرح عن IPMA والفرق عن IPMA و PMI بشكل سريع كمان في فرق اخير يمكن لازم نذكره يمكن انو PMI هي المنظم الوحيدة بالعالم يمكن مش نهائك غنية اللي بتجبر اللي بدي اقدم على شهاداتها هي اخذ كورسات يعني هون بها الطريقة PMI عم تعمل monopoly من business انك انت لازم تاخد كورس معايتها لازم تدفع على شي حدا وهلا حدا لازم يكون اذا كان الIP لازم يتعلى PMI لازم تشري كتب وبالطبع في رسوم الامتحان وهالامور كله سوا بالما الIPMA وغيرها ما بيطلبوا منك صف مش مش باري بطبع الفكرة انك انت عندك خبرة وهني عم بيمتحنوك وعم بيعملو لك assessment تقييم على اساس خبرتك مش على اساس انك انت حافز n times n minus 1 divided by 2 وكي اذا هذا الفرق للأسف للأسف انا من الناس معجبين بالIPMA رغم مني ما عنديش هاداتها ولانه للأسف بمعظم حياتي عشت بدول ما فيها IPMA organization اذا ما كنت عم بقدير ساهم مع الIPMA رغم مني عندي كتير علاقات وصدقات واليوم IPMA USA President هو صديق وفي كتير اشخاص منعرفهم بالIPMA على مستوى العالم بس للأسف انه ما صح لمجال كتير ادخل كل نشيط فيها كمنظمة وللأسف غير معروفة يعني احنا عم نحاول يمكن نقسس شي بالدول العربية ممكن ساعدها نتواصل مع IPMA الفيديو سابقا نسجلنا عن كيف نشتغل بالعالم العربي احنا قادرين نعمل منظمة للدول العربية بيكون Project Management ونحنا حرين بعدين نكون اذا بدنا نكون عضو بالIPMA ولا ما نكون عضو بالIPMA هلأ بعتقل بالدول العربية بمصر فقط يمكن في منظمة للIPMA ومن فترة كنت عم بسمع انه عم بجربوا يؤسسوا شي بالكويت يعني في بعض المدراء عفوا بالIPMA كان عم بيتواصلوا عم بيجربوا يؤسسوا شي بالكويت طبع حدا طالب منهم ما بقى تذكر تفاصيل هلأ بالزمان من 10 سنين تأسسوا بالإمارات وللأسف فشلت المنظمة التي تأسسوا بالإمارات لأنه اللي أسسوها ما كانوا قدرين يستمروا فيها عم نتزهر احيان عم بيكونوا فيديوهاتنا أطول نحنا كنا محبين نكون فيديوهاتنا قصيرة جدا بس عم نكون في كتير معلومات صعبة شرحها بدايئتان وثلاثة وخمسة دقائق بتمنى نكون هالفيديو عطى فكرة واسعة وشاملة عن موضوع IPMA شكرا وإلى اللقاء